اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المعلوم انه بالعلم القديم كانوا دائما يقولوا انه الابراج مثلا الهوائية بصلح معها البرج الناري والهوائي والابراج النارية بصبح معها كذا وكذا والترابية بصلح معها كذا وكذا وانه ما وجودي في كتب كثير وموجودي بمواقع على الانترنت وموقم يعني كثير موجودي ولكن انا حاب اليوم اقدم لكم نصيحة هذه المعلومات فاشلة واثبتت فشلها في كثير من العلاقات يعني كثير من الموليد وانتو طبعا كل واحد وتجربته يكتبها تحت وراح نوضح احنا شو الاسباب تجد انه كثير اشخاص اخذوا على هذا المبدأ او تزوجوا على هذا المبدأ او انه ما كانوا مطلعين على هذا الموضوع ولكن لما اطلعوا على الموضوع وجدوا انه علاقتهم او زواجهم فاشل من الابراج اللي بتتقارن معهم زي الابراج الهوائية او النارية او الترابية والمائية ومن هالكلام هذا طب شو السبب يعني برضو هاي نقطة في نقطة ثانية بتجدوا انه كثير متزوجين مثلا بيكون مثلا مولودة حوت من جوزة واحد ميزان وناجحة حياتهم مع بعض وسعيدين وبحبوا بعض وما في اي مشاكل في حياتهم وبتلاقي واحد مثلا من برج الحمل متجوز وحدي من الجدي وحياتهم سعيدة جدا وما في اي مشاكل بينهم او اسد متجوز مثلا عقرب وحياتهم برضو سعيدة وفي انسجام ما بينهم هذا طبعا له اسباب ومش دائما بزبط يعني مش دائما هاي قاعدة انه يأخذ فيها انه البيت الرابع لا اليك بتناسب معك او البيت الخامس لا اليك بتناسب معك او بيتك السابع بتناسب معك هاي كلياتها مواضيع يعني بتمنى انكم ما تأخذوا فيها وما تركزوا عليها مزبوط لانه فيها فشل كبير هسا انت عشان تعرف كيف هاي الامور وخصوصا للاشخاص اللي بعرفوا الخارطة الفلكية تاعتهم او بعرفوا الكواكب وتواجد الكواكب بدي اعلمك طريقة بسيطة جدا من خلالها انت بتحسب توافقك مع اي برج انه بصلح ولا لا يصلح وبتحدد القوة تاعتل صلاح العلاقة من الاشياء اللي انا رح احكي لك هيها الان طبعا بتيجي انت اول شغلة بتاخذها طبعا هذا الموضوع اللي دخلوا فيه خربطة كثير فلكيين اللي قال لك زهرتك في كذا وقمرك في كذا والناس صارت التابع برجها القمري وبرجها الزهري وبرجها المريخي وبرجها الطقعاني والزعبوطي والمش عارف ايش فعشان هيك انا اللي بحب احكي لكو يا القمري والزهرة هي لتحديد عواطف البني ادم فعشان هيك لما تيجي انت تعرف هدول البرجين انت بتعرف عواطفك يعني بتعرف عواطفك بالدلالة من القمر وين كان موجود والزهرة وين كانت موجودة ما الها في التوقعات اليومية ولا الها علاقة في التوقعات الشهرية ولا الها علاقة باي شيء مما يقال من اساطير ومن كلام فاضي ابتيجي انت بتفتح بتعرف القمر تاعك وين موجود مثلا موجود القمر تاعك لنفترض في العقرب واجيت فتحت انت وجدت انه قمر الشخص اللي انت بدكية موجود في الحوت او موجود في السرطان او موجود في الابراج المائية معناتها اي قمري وقمره بتركب المعادلة ما بين الامرين هدول هاي واحد هيك بنعطي للعلاقة اول خمس وعشرين في المية انه عاطفتنا مشتركة اي واحد اتنين باجي على الزهرة اذا الزهرة تاعتي كانت موجودة في مكان يعني برج من نفس عنصري او العنصر اللي بتجانس معي يعني بمعنى كان عنصري مائي وايجا مثلا الزهرة تاعته في عنصر ترابي زي التور مثلا او زي الجدي معناته هاي كمان اعطاني كمان خمس وعشرين في المية علامة بنحطها على الجنب هاي صار عنا خمسين في المية انه العلاقة هنا وصلت حد النجاح بالعواطف كعواطف بننسجم مع بعض طبعا بتاخدوها على الحب بتاخدوها على الصداقة بتاخدوها على المعرفة هيك بتتاخذ يعني العلاقة هون وصلت الحد الفاصل ما بين الامرين بيظل عنا كوكب واحد وهو الاساسي وهو المريخ فالناس راح تقولك اوه المريخ ما هو كوكب نحس المريخ ما هو بدل على المشاكل المريخ بدل على الحروب على النار لا المريخ في هاي المرحلة بدل على العنصر اللي الاثنين ذكور واناث بدوروا عليه وهو الجنس هذا كوكب الجنس فان كان كمان المريخ متواجد لانه هون انا بعطيه خمسين في المية فلو كان الزهرة مش متجانس مع الزهرة والمريخ متجانس مع المريخ معناته العلاقة طلعت على طول الخط معي انا لسبعين في المية او خمس وسبعين في المية فعشان هيك ركزوا دائما على المريخ بالاساس اذا كان المريخ موجود في برج وموجود المريخ تاع الشخص الثاني في الابراج اللي بتناسبك يعني مثلا ايجينا على الاسد مريخ موجود في الاسد مريخ في الاسد معناته اذا كان مريخه موجود في الميزان موجود في القوس موجود في الحمل موجود في الجوزاء معناته أنوية من الجانس هنا العنصر الأساسي من الزواج صار مرتبط فيه ارتباط كامل فيه رغبات كاملة متجانسة ما بين الطرفين هنا ما بروح بدور على حد ثاني أو بده يعيش حياة غرمية ثانية لأنه الأساس إن وجد اللي هو العنصر الأساسي اللي هو مطلوب من الزواج طيب الآن العنصر الثاني اللي هي العواطف إنه الأنثى بتهمها العواطف مثلا أو في من الإناث بتهمها العواطف أكثر من الأمور هاي تدور على القمر وعلى الزهرة ماشي فإذا اجتمعت الثلاث عناصر اللي هي القمر والزهرة والمريخ في أبراج تتجانس مع بعض معناته أنت علاقتك في هذا الزوج مية في المية مكتملة وما في علاقة بتوصل لمرتبة المية في المية إلا بتساهيل المولى إن ربنا أراد هذا الموضوع فإنه يجي واحد يعلق حياته لا أنا بدي أبحث عن هاي المعادلة بدي إياهن الثلاثة بتلف العالم كله مش راح تلاقي هذا المخلوق اللي يتجانس معاك ولكن أنت بدك تكون حاسب إيش الصح وإيش الغلط إيش اللي أنت بدك إياه من خلاله بتأخذ من القمر وبتأخذ من الزهرة وبتأخذ من المريخ أما إذا كان أنت مقصدك مالية أو مكاسب أو رفاهية أو أنت ناوي تغرر فيها أو ناوي أنت بس تأخذها وبعدين تروح تتجوز عليها فأنت حر ولكن كعلم فلك هيك بتنحسب الأمور عشان هيك لما بيجي واحد بقول لي أنا متجوز من كذا ومتجدد وكذا ووصنينا الطلاق بيصير طلاق طب ما هو شو سبب المشكلة عشان يصير طلاق ولا ما يصير طلاق طب ما هو هاي الكواكب هي الأساسية يا بتقارب يا بتنافر ما بينكم ما إلها علاقة بالكواكب ما إش الكواكب الثاني إلها تأثيرات ولكن بما إنه الثلاثة هدول واحد منهم أو اثنين منهم كل ما زاد ثلاثة منهم معناته ممتازة العلاقة وناجحة مية في المية أنا بعطيها اللي بيجي بقول لك لا ما هو البرج يعني مش حلال وحرام أحنا مائلنا في حلال وحرام الآن أنت بتحكي معي علم بدك تعرف حلال وحرام والنصيب وأنه ربنا كاتب لك كل شيء ومعطيك النصيب في كل شيء وميسر لك الأمور في كل شيء ولكن اعقل وتوكل مش أنك أنت ترمي كل شيء على النصيب أنت اللي اخترت بإرادتك وأنت اللي رحت جلست وأنت اللي طلبت وأنت اللي حبيت وأنت اللي ارتبطت تيجي تقول لا لأنه فشلت العلاقة لا والله هو النصيب هيك ولو ما فشلت العلاقة ما شطارت الموضوع هذا لا تضحك على حالك ولا تضحك على الدين أما اللي بده اللي سألوا عن موضوع الدين بالأبراج وبالفلك وبالتاروت وبالمشعار في إيش أنا ما إلي علاقة بالأعلوم الثانية ما رح أخذ فيها ولكن أنا بهمني الفلك في حلقة أنا نزلتها وقلت ما رح أناقش هذا الموضوع شرعيا وشرحت فيها الأدلة الشرعية على علم الفلك وشهو علم الفلك تقدر ترجع تفتح على الفيديوهات اليومية بتلاقي مكتوب التوقع اليومي وجنبها زي أي فيديو أنا بحطه عشان أعلمه مكتوب الرد الشرعي هل الفلك حلال ولا حرام تدخل على الحلقة هاي بتسمعها بتتأكد من الموضوع اقتنعت فيه اقتنعت ما اقتنعت ما رح أجبرك تقتنع رسل وأنبياء نزلوا برسالات وناس ما اقتنعت فيهم بدي أخليك تقتنع فيه اقتنعت ولا عنك عمرك ما اقتنعت هاي هي القاعدة اللي موجودة عندي اللي ربنا بمن عليه بفتح فتح عقلي وذهني بيرشدوا للطريق الصحيح اللي ربنا قرر انه يغلق عليك والله لا تقعد عشرة الاف سنة وانت تزن على راسه لا حياته لمن تنادي خلينا نروح على توقعاتنا اليومية على أساس انه ما نطول عليكو في الكلام طبعا توقعاتنا لا يوم ثلاثة وعشرين ستة القمر ما زال موجود في السرطان في منزلة الجبهة ورح ينتقل اليوم للأسد في ساعات العصر بما انه في منزلة الجبهة فهي المنزل يعني جيدة للصلح والاتفاق والشركاء والضغط على العدو وبما انه القمر رح يكون اغلب النهار موجود في السرطان فكما ذكرنا في الحلقات السابقة عن وجوده بالسرطان ايش الاشياء اللي كلنا بنشعر فيها ففي الفترة هاي بنشعر بقوة العاطفي من حاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع ويقلب صورة ذكارية في ألبومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز اكبر لالتهام الطعام او الطعام الكثير علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتنا بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عندنا مجموعة زوايا الزاوية الاولى هي راح تكون زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر ونبتن راح تكون بعد الحلقة تقريبا بساعات راح تكون في تمام الساعة ثمانية واحد وعشرين دقيقة مساء من بعد الحلقة بتعززوا الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فن واكثر المستفيدين هم الاشخاص اللي بيعملوا في مجالات الهاصلة بالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية سلبية راح تكون بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة ثنتين وثمانتاشر دقيقة صباحا تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا او كرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة لخلو المسار خلو المسار اللي راح يصير بعد هاي الزاوية راح يبدأ تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة اتناعش وثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقدة او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة اتناعش وثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا بصير القمر موجود في الاسد بيعمل اول زوايا طبعا اتناعش وثلاثة وثلاثين بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين يعني ثلاثة ونص وثلاث دقائق بعد ما يستقر بالاسد بيبلش يشكل اول زوايا لا الو هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة واحدة وثلاثين دقيقة بعد العصر من واجه مصاعب عراقي اللي بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم بما ان القمر راح يكون موجود في الاسد راح يكون خلو المسار يوم 24 ساعة 24 ستة راح يكون في تمام الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بيستمر حتى اليوم التالي ماشي يعني بعد اكثر من 24 ساعة الى الساعة خمسة وستة ست دقائق مساء يعني بيبدأ يوم 24 بانتهي يوم 25 لا ينتقل القمر بعدها للعذراء يعني بمعنى اخر انه خلو المسار القادم راح يكون قرابة 35 ساعة ونص فبدكوا تكونوا حاذرين في هذا اليوم من الاجراءات او اجراء بعض الامور الضرورية والمهمة تحاولوا انكوا تأجلوها لا ينتهي خلو المسار اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمر يومين في تمام الساعة 24 دقيقة فجرا بيصبح 3 ايام نسبة الاضاءة 7% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب هذا اليوم الشمس في السرطان حتى 22 سبعة المزاج ممتزج القمر في السرطان والاسد حتى يوم 25 ستة مزاجه سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة بعدين بده يرجع للجدي مزاجه سعيد طبعا فيه شخص بدي يقولك طب بتراجع ومزاجه سعيد آه مزاجه سعيد لأنه هو بلش يعمل زوايا تزديس إيجابية تدعمه بقوة فعشان هي قوة هاي الزوايا عدلت من مزاجه رغم سلبية تراجع أما بالنسبة لأورانوس في الثورة حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج يعني متقلب بين السعادة والنحوسة طول اليوم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم وحاولوا أن تعملوا نوع من أنواع التقارب العائلي ممكن الأجواء تكون يعني فيها شيء إيجابي على المستوى المنزلي رغم الضغوطات اللي بتحيط في البيت الرابع عندك اللي بتسبب بعض المعاكسات أو الخلافات أو ردات الفعل ما بينك وبين أحد أفراد العائلة من ساعات العصر تقريباً بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات ولكن بالمقابل حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أحد الأحبة أو على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً على مستوى العمل متقلبة يعني ممكن يكون فيها بعض الإيجابيات لينجاز بعض الأعمال ولكن ممكن تكثر هاي الأعمال أو ينتابك شعور بالكسل أو هيك عدم الرغبة بإنجاز بعض الأعمال وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع تقريباً يعني روتيني ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني علاقتك مع الشريك أو بينك وبين الأزواج روتينية ما بتحمل لا أشياء سلبية ولا أشياء إيجابية يعني على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة يعني بتدعمك شوي على مستوى الأمور البنكية أو المالية أو ممكن تهتم في مسائل مالية أو حسابات أو دفعات أو استحقاقات مالية ممكن يكون لك بعض المطالبات المالية أو بعض الحسابات المستعجلة وفي منك رح يكون له اهتمامات على مستوى البنوك أو الصرافين أو على مستوى أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي الضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات في منك رح يكون لهم بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة يعني إما بالدراسة أو بالامتحانات أو بالنقاشات ما يعتمدوا كثير على الحظ زي ما حكينا يحاولوا قدر الإمكان أنهم يدرسوا ويستعدوا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور اليوم أحسن فهي بتساعدكم على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى العلاقات العامة فممكن اليوم يعني تستعين ببعض الأشخاص أو بشخص مثلا بتثق فيه أو شخص ذو مكاني مثلا لتقديم طلب أو معامل أو مساعدتك في أمر على مستوى العمل ممكن تكون لك بعض التعامل الإيجابي مع زميلك في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء برضو إيجابية تدفعك لها إما اللقاء أو التقارب أو تعارف هذا اليوم أو ممكن مرافقة أو دعوة يعني الأجواء إيجابية وممكن من خلالها تستفيد من علاقاتك الخاصة أو العلاقات بينك وبين الأصدقاء المقربين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة برضو بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن أنه يكون لك بعض الأعمال أو النشاطات اللي ممكن تنجز منها بعض الأعمال المهمة ويكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة في أشياء مثلا زي مستشفيات أو طبيب أو إشي العلاقة بالتغذية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف نفسيتك أحسن مرتاح مشحون بطاقة وخصوصا مع ساعات العصر بتزيد الطاقة هاي أكثر وأكثر وبصير عندك نوع من أنواع الاستقرار النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء برضو على المستوى المالي بتحملك بعض الفرص المالية اللي إلها علاقة بعمل إضافي أو مستردات مالية أو نوع من أنواع المطالبات المالية تحصن منها بعض الأموال أهم شيء أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث يعني جيد بيدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ويكون لك بعض الاهتمامات إما بموضوع بتعلق في أخ أو بتعلق في جار وممكن يكون لك بعض الاهتمامات البحثية زي بحث على الموضوع معين أو يتركز على أخبار معينة تحاول أنك تسمع عنها أو تهتم فيها أكثر مرج الثور طبعا اللي بيتقدم له امتحان أو مقابلة أو بكون عنده حركة أو اتصالات لغاية ساعات العصر أو حوارات أو امتحانات بديه يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا وما يتهور أثناء تنقلاته من بعد ساعات العصر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو نقاش حد منزلي أو تستاع من تصرف أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء يعني على المستوى العاطفي جيدة يعني ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن تفكر في خروجة أو انطلاقة معينة ولكن أهم شيء أنك أنت يعني تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تسمح لشيء أن يعكر مزاجك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها يعني إيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل ممكن أوراق أو معاملات أو اجتماعات أما بالنسبة لمستوى الصحة فأنا شايف الأجواء برضو جيدة بتدعمك في بعض المسائل وبتعمل نوع من أنواع يعني الاهتمام بالصحة بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي تقريبا الأجواء جيدة بتدعمك برضو بتعمل نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك ولكن ممكن مناقشة أمر الأمر هذا يكون سلبي بتعلق في أحد أفراد العائلة مثلا أو أحد الأبناء أهم شيء أنكمات الملوم على بعض في مسائل عائلية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني مروتينية على مستوى الأموال المشتركة ما فيها لا إيجابي ولا سلبي ممكن تظهر بعض المسائل في ساعات الظهر مثلا للاهتمام ببعض المسائل المالية المشتركة أو أمور إلها علاقة بالديون أو القروض أو الأمور البنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة يعني أو ممكن أن يكون لك بعض الاهتمامات في أشخاص خارج البلاد ولكن أهم شيء أنك تركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو تنقلات على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة بشكل جيد يعني بمعنى آخر أنه عندك اليوم مسؤوليات كثيرة عندك عمل كثير عندك متطلبات كثيرة ممكن يكون عندك بعض اللقاءات أو الاهتمامات أو الاتصالات أهم شيء أنك ما تدخل في نقاشات حدي مع زملائك أو رؤسائك في العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيحمل بعض المناسبات أو الفرص أو الدعوات لحضور مناسبة معينة أو بعض اللقاءات العائلية أو الزيارات مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة أما بالنسبة للبيت الأول على المستوى النفسي أنت اليوم أحسن رغم أنه يعني ممكن ضغط البيت هو اللي أرقك أو مشكلة منزلية هي اللي تضغط عليك إلا أني أنا شايف الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى البيت المال يعني بكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم ممكن تحصل بعض الأموال من عمل إضافية أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الدعم ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصريفك وما تندفع وتتهور في أمور مالية بدون ما تدرسها بشكل جيد برج الجوزاء طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الثاني وبدو ينتقل للبيت الثالث فعشان هيك لغاية ساعات العصر بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة ممكن تحصلوا على بعض المكاسب أو الأرباح خلال هذا اليوم أو نوع من أنواع الدعم أو ممكن يكون أشياء له علاقة يعني إما بمستردات مالية أو أشياء مفاجئة مثل هدايا أو هبات أو مساعدات أما بالنسبة لساعات العصر لما ينتقل القمر لبيتك الثالث بتنشطوا في أمور له علاقة بالتنقلات أو الاتصالات يعني أهم إشي أنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات وما تعصبوا ما تحاولوا تفرضوا وجهة نظركوا أو آراءكوا على الناس اللي حوليكم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني تقريبا في نوع من أنواع الأمان أو نوع من أنواع التقارب العائلي أو المزاج جيد على مستوى البيت يعني الأمور مريحة ممكن يكون فيه خبر أو يكون فيه اهتمامات روتينية زي التصليحات والترتيبات مثلا أو الاتفاق العائلي أهم إشي أنه برضو ما تحاول تفرض وجهة نظرك على الأشخاص اللي موجودين حوليك في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي بعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وما بين أحبائك وممكن تحمل لك لقاء أو معرفة هاي الفترة ما تحكم عليها قبل ما أنت تتجاوز الفترة اللي فيها تراجع الزهرة على أساس أنه ما تخيب آمالك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء برضو جيدة على مستوى العمل فممكن اليوم تنشطوا ببعض الأعمال أو إنجاز أعمالكم وممكن يكون لكم بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فأنا شايف الأمور الروتينية بتتعامل بينك وبين شركاء المال أو العاطفي زي الأزواج بشكل اعتياذي روتيني ما فيه أي إيجابية أو سلبية على الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو روتينية ولكن في ساعات الظهر ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي إلهي علاقة إما بأوراق أو معاملات أو حسابات اللي بتطلب منك التدقيق أو أمور إلهي علاقة في البنوك أو مراجعة ميزانية معينة أو بعض الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بامتحانات أو نقاشات أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المحاكم كلها تقريبا بتكون إيجابية بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى بيت العلاقات أو بيت المعارف والعمل فعشان هيك على مستوى علاقاتك جيد فممكن تحتاج لبعض المعارف اليوم ليساعدوك في مسألة معينة أو الاستشارة في مسألة معينة أما بالنسبة للمكان العمل فهو جيد بيدعمك على مستوى العمل بيعملك نوع من أنواع التقارب أو بعض الحلول اللي لا أمور إلها علاقة بالعمل بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء فأنا شايفه برضو جيد ممكن يحمل لك بعض اللقاءات اليوم أو التلاقي أو التقارب أو دعوة أو مناسبة معينة أو خبر صار بصلك من بعض الأصدقاء أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء بتحمل يعني شوية بدها نعمل أنواع الاهتمام خصوصا على مستوى العمل ما تراكم الأعمال عليك وفي نفس اللحظة اهتم بصحتك وبغذائك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي يعني الأمور جيدة بتدعمك بقوة فنفسيا أنت نشط عندك رغبة بالحركة وإحداث التغييرات حتى ممكن تحدث بعض التغييرات اللي لها علاقة بالشكل أو بقصة الشعر أو أشياء تجميلية برج السرطان أنتم نشطون مع هيك واصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل وما تبادروا أو تذهبوا لعمل جديد بدون ما تركزوا بشكل جيد من ساعات العصر يعني بتصير الأمور يعني فيها نوع من أنواع الاهتمامات المالية يعني القمر بيكون موجود عندك في بيتك الأول بدون ينتقل للبيت الثاني فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات من ساعات العصر طبعا المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة في منكوا رح يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والاهتمامات في مواضيع معينة أو مطالعة مثلا قراءة لموضوع لقصة لأشياء من هذا القبيل في منكوا ممكن يخرج في نزهة أو مثلا يحب أنه هيك يخرج بالسيارة ويتنقل بالشوارع ولكن أهم إشي أنه يركز أثناء القيادة ودير بالك من العصبية برضو أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى البيت فعشان هيك يعني الأمور شوي متقلبة ممكن يكون فيها بعض المفاجآت أو بعض الأحدية أو بعض الأمور النقاشات البيتية اللي شوي يكون هيك فيها شوي توتر أهم إشي أنك ما تنفعل وما تحاول تفرض سلطتك أو سيطرتك على أفراد البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء الروتينية ما في أي شيء على المستوى العاطفي لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على المستوى العاطفي على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك اليوم على المستوى الأمور الصحية فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال أو بعض الأمور اللي بتكون مهمة وبتطلب منك جهد على أساس أنك أنت تنجزها من ساعات العصر يعني بتصير الأجواء جيدة ممكن أن تكون لك بعض التفكيرات في بعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكة يعني شراكة مالية عاطفية بتعمل تقارب ما بين الأزواج أو اندماج أو خطوة أو اتفاق على أمر ما خصوصا على المال أو العاطفة يعني زي ما حكينا بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن برضو جيد على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بين الأمور أو الشؤون المالية أو الفواتير أو الاهتمامات ببنك بضريبة تأمين كلها هاي الأمور تقريبا بتكون إيجابية هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع بدعمك بشكل بسيط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية أو بعض المعاملات فأنا شايف الأجواء برضو بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم لكن اللي عنده امتحان أو عنده مناقشة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ وفي المقابل حاول لنك ما تتسرع أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء برضو جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التصالح ما بينك وبين أشخاص يعني كان في خلاف أو نقاش حد ما بينك وبينهم في الفترة الماضية فممكن تحمل لك مصالحة أو يكون في نوع من أنواع استغلال بعض الأشخاص أو العلاقات لإنجاز بعض الأوراق أو المعاملات أو الاستفسار عن مسائل معينة ومبرضو بتحمل لك بعض المساعدات أو بعض الاهتمام من زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن يحمل لك لقاء أو يعني اجتماع أو دعوة حضور حفلة مناسبة كل هالأجواء إيجابية وتعزز من العلاقات الإجتماعية عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو أنا شايفها فيها إيجابية إلا أنه ممكن يصير بعض التقلبات اللي إلها علاقة بالتقلبات الصحية ولكن في المقابل راقب غذائك بشكل جيد وراقب راحتك بشكل جيد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بصحة أحد الأقارب أو الأحبة أو المعارف برج الأسد يعني كل التعب اللي أنتو بتشعروا فيه أو الإحباط أو الملل أو الضغط النفسي اللي أنتو حاسين فيه تقريباً بيتراجع كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر من ساعات العصر بتبدأ وبتمتلقوا بمشاط وحيوية ممكن تقلب بعض المعطيات أو الخيارات والتوجهات اللي بتناسبك أو بتناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك طبعاً القمر كان موجود في بيت المتاعب ساعات العصر راح ينتقل يصير في بيتك الأول فعشان هيك تغييرات راح تصير كبيرة على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي ممكن تفتح لك بعض المجالات اللي إلها علاقة ببعض المكاسب المالية اللي بتيجي إما من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات خلال هذا اليوم ولكن بحذرك من المصاريف الزائدة أو التهور باستخدام المال أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء برضو جيدة على مستوى أمور إلها بالتنقلات والاتصالات والحوارات ممكن أنه اليوم يعني يكون في بعض النقاشات أهميش أنك ما تحتد وما تعصب لأنه يعني الأجواء مش مساعدة الحدية بالطباعة بالفترة هاي أثناء تنقلاتك يعني بدك تنتبه بشكل جيد وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأمور إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء على مستوى البيت تقريبا مستقرة في بعض الترابط أو التقارب العائلي موجود ولكن بالمقابل بأقول لك ما تحاول أنك أنت تختلق المشاكل أو أنك أنت تحاول تفرض سيطرتك أو تتحكم في بعض الأمور المنزلية بطريقة عنيفة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي صحيح أنه هذا شوي بيخلي في نوع من أنواع التوتر عندك ولكن أنه هيك وضع الكواكب هيك بتأثر عليك على البيت الخامس فعشان هيك أصبر أيام وبتحسن الأجواء على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل يعني ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن بالمقابل بدك تظلك مهتم بشؤونك الصحية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي في الأجواء برضو جيدة يعني ممكن تكون فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم أو يكون فيه خطة معينة أو نقاش معين بجمع ما بينكم أو ممكن حل مشكلة أو شيء قائم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء على المستوى الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك بقول لك دير بالك يعني ممكن يكون فيه بعض الأمور السلبية اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة ممكن أنت يعني شوي تحاول تستغل ذكائك في بعض المسائل المالية الغير مشروعة ممكن شوي نفسك تراودك على بعض المكاسب المالية بطريقة غير مشروعة برضو بدك تركز بشكل جيد ما تورط حالك في مسائل غير قانونية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء تقريبا منقدر نحكي روتينية يعني اتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بدراسة موضوع أو فكرة أو لغة أو امتحان بكون بشكل روتيني أهم مش أنك ما تعتمد على الحضوض إذا كان عندك امتحان أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء على مستوى بيت السمعة ضاغطة فعشان هيك نقول لك اليوم دير بالك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تدخل في أشياء مشبوهة ما تحاول تجازف بسمعتك ولا تشوهها ولا تخاطر لأن الجو مش لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فشايف أنه في بعض الأصدقاء حواليك أو بيدعموك في مسألة معينة أو بتقاربوا معاك ولكن حاول أنك أنت ما تحاول تفرسلتك وتدخل في شؤونهم يخلي الأمور ماشية كما هي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرناه في بداية التوقعات برج العذراء طبعا القمر موجود في بيتك 11 وبدو ينتقل لبيت المتاعب بيتك 12 فلغاية ساعات العصر بتظلوا نشيطين في أمور إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية أو استغلال بعض المعارف أو ممكن تلتقوا لأصدقاء من ساعات العصر بتكونوا ديروا بالك وتدخلوا في فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لا صحتكم ما توقع على عقد وما تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني على المستوى النفسي بتظلها دعميتك بقوة لغاية ساعات العصر ولكن من ساعات العصر بيصير فيه يعني زي قلبي نوعية ممكن تستاء من بعض المسائل أو تحس إنه ما عندك رغبة أو ما عندك طاقة يعني بتحاول إنك أنت هيك تزوي على جنب أو إنك تتفرد في نفسك أو تأخذ زي خلوة مع نفسك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني بتظلها جيدة على المستوى المالي ممكن تحصل بعض الأموال خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات ولكن بالمقابل حاول إنك تقلل من مصريفك ورغبتك به التسوق أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء برضو بتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات والتسويق عندك سرعة بديهة عالية برضو عندك قدرة على الإقناع عالية جدا ولكن حاول إنك ما تستغلها بفرض السلطة أو فرض الرأي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو شايف فيها نوع من أنواع الإيجابية أو التقارب العائلي ولكن بالمقابل ممكن حديتك تسبب بعض الخلافات إذا أنت فقدت السيطرة على نفسك أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فالأجواء برضو تقريبا روتينية في طريق التعاملك مع الحبيب خلال هذا اليوم إلا أنه تحمل بعض المصالحات أو التلاقي أو التقارب ولكن أنه حاول تستغلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك موعد يكون جيد يحمل لك بعض الأخبار الجيدة لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بدك تنتبه أكثر إشي على عملك ما تخليه تراكم وفي المقابل بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية أنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني حاول بس أنك تسيطر على نفسك من أمور إلها علاقة بالشك أو الغيرة وخصوصا من أمور إلها علاقة بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه ممكن يكون في بعض الأمور في ساعات الظهر إلها علاقة في مسائل مالية أو ضريبة أو تأمين أو أمور إلها علاقة بالشؤون المالية زي بنك أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع من ساعات الظهر تقريبا بيكون لك بعض الاتصالات الخارجية أو الاهتمام ببعض المعاملات القانونية أو أوراق أو أمور قضائية يعني وممكن اهتمام بامتحان أو لغة أو دراسة يعني بيكون لك بعض الاهتمامات في هاي المسائل بس اللي عنده امتحان خصوصا امتحانات جامعية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فأنا شايفه ضاغط فعشان هيك بقول لك دير بالك من أي مجازفات أو مغامرات يعني حاول أنك ما تخالف القوانين ما تستخدم ذكائك أنه أنت أذكى من الأمور هاي بسبب تراجع وطارد في هذا البيت فشوي بدك تمسك حالك أنت ما تفاقم الأمور وما تكبر المشاكل على أساس أنه الأمور عفواً تراجع الزهرة في هذا البيت فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك وما تفاقم الأمور بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج الميزان حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات العصر يعني بظل اهتمامكم على مجال العمل على زملائكم على معارفكم وعلاقاتكم على دفاعك عن مجال السمعة ولكن بدك تحذر إنه ما تعمل أي شيء ممكن إنه يشوه سمعتك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر يعني بتنشطوه بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو اجتماع أو لقاء بجمعوا في بعض الأصدقاء القمر موجود في بيتك العاشر بدي ينتقل لبيتك 11 يعني الأجواء جيدة حاول إنك أنت تستغل للفترة هاي لأنجاز بعض الأمور قبل ما القمر يوصل للعذراء فيصير بيت متاعبك أو تشعر ببعض الأمور المشمريحة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة تدعمك هذا اليوم ممكن إنه يعني تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة أو مراقبة الصحة أو يعني أمور إلها علاقة بالتحصين الصحي يعني تكون ظاهرة بشكل كبير ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بدكتور أو مستشفى أما بالنسبة لبيتك الأول فالأجواء برضو بتدعمك على المستوى النفسي نفسيتك أحسن خلال هذا اليوم يعني في استقرار نفسي موجود مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء برضو على مستوى المال ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية لإلها علاقة إما بتحصيل أموال أو من عمل إضافي أو أمور إلها علاقة بالمستردات أو الهدايا أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل راقب مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد بيدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات أو التنقلات أو الخروجات تدعمك بشكل كبير خلال هذا اليوم أهم شيء أنه ما تعصب وما تخلي إشي يستفزك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بدك تدير بالك ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو البيتية شوي تكون ضاغطة أو يكون في بعض الاهتمامات اللي شوي منها ضغط ومربك على المستوى البيت فبدها شوي التركيز بدها شوي تصبر يعني ما تحاول أنك تثير المشاكل أو تحاول اتفاق من الأمور عشان الأمور هاي ما تخرج عن السيطرة وتصير مشكلة كبيرة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة بتدعمك خلال هذا اليوم تعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي وممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع المصالحات أو التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو تنجز أعمالك بالكامل وبالمقابل رح يكون لك بعض الاهتمامات بالشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع في بيت الشراكة المالية والعاطفية أو بين الأزواج فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعاملوا على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن برضو نفس الشيء الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأوراق محاكم أو معاملات في محاكم أو مطالبة في أوراق لا إلك أو مستردات مثلا أو أنت تكون رافع قضية ممكن تكون برضو لصالحك ممكن يكون لك برضو بعض المراجعات اللي إلها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع برضو بدعمك على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات والمحاكم والدراسة واللغات والأمور اللي إلها علاقة بالتنقلات على الشوارع المفتوحة أو المراسلة مع أشخاص أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد كلها هاي وتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر وبيتك 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 12 ذكرناها برضو في بداية التوقعات برج العقرب اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدوا يستعد بشكل جيد من ساعات العصر حاولوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل اتجنب الخلافات واسعى لتلطيف الأجواء طبعا القمر موجود في بيتك التاسع بدوا ينتقل لبيتك العاشر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور برضو على مستوى الأصدقاء جيدة تحمل نوع من أنواع التلاقي أو دعوة أو مناسبة أو اجتماع أو تواصل مع بعض الأصدقاء يعني الأجواء بتدعمك بشكل قوي ومريح أما بالنسبة لبيت المتاعب ففي بعض الضغط فعشان هي كما نقول لك دير بالك راقب غذائك بشكل جيد ما ترهق حالك كثير انجز الأعمال الضرورية والمهمة هذا اليوم وبرضو حاول تأخذ قصد كافية من الراحة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني روتينية على المستوى النفسي على طبيعتك يعني إذا كنت مرح فأنت مرح إذا كنت من النوع اللي نكد ممكن تكون نكد برضو اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات برضو في مسائل تجميلية في ساعات العصر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلاها علاقة بالمال فممكن تعزز بعض الأمور المالية أما تحصيلات أو من عمل إضافي أو استرداد لبعض الأموال أو الاهتمام بمزانية أو دعم أو ديون أو القروض أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء جيدة برضو على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات عندك نشاط عالي جدا ورغبة بالتنقل بشكل كبير فهذا بيساعدك في كثير من الأمور أهم إشي أنك ما تحاول تفرض وجهة نظرك على الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء برضو جيدة تدعمك تعمل نوع من أنواع التلاقي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ولكن أهم إشي أنك ما تمارس سلطتك بفرض الرأي أو التدخل فيه شؤون يعني ممكن شوي ما بتعنيك أو ممكن أنك أنت تبدي وجهة نظرك فممكن هاي تستفز الأشخاص ويصير نقاش حد أما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى العاطفي فالأمور جيدة يعني ممكن اليوم تعمل لك نوع من أنواع التقارب العاطفي أو التصالح أو يعني اهتمامات عاطفية بأحد الأحبة أو بأحد الأبناء أو بالحبيب أما بالنسبة للبيت السادس برضو الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بمكان العمل أو بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع برضو جيد على مستوى الشراكة بيعمل تقارب عالي جدا ما بينك وبين الشريك أو تلاقي وممكن برضو يصير فيه اتفاق ما بينكم على مسألة أو مصالحة ولكن حاول أنه ما تفاقم الأمور بنقاش حد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالقروض بالديون بالبنوك بأمور إلها علاقة بالضريبة بالتأمين أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج القوس تفحصوا حساباتكم المالية وإحذروا من أي خطوة مالية جديدة من ساعات العصر بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أهم شيء تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن طبعا القمر بتنقل ما بين بيتك الثامن وبيتك التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك في بعض المسائل الجيدة خلال هذا اليوم فممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب بينك وبين أحد علاقاتك أو معارفك أو تستغل بعض المعارف لإنجاز بعض الأمور فيه منك ورح يكون له بعض الاهتمامات على مستوى العمل ممكن علاقة ما بينه بين زميله مثلا أو ما بينه بين رئيسه بالعمل أو نقاش ما بينهم أو إنجاز بعض المهام أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التلاقي أو التقارب الجيد اللي بيجمعك ببعض الأصدقاء أو مثلا لقاء ودي أو بعض الأمور الممتازة أما بالنسبة لبيت المتاع بيتك 12 فالأجواء روتينيين ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في الرقابة الصحية أو رقابة الغذاء أو تفكر أنك تأخذ فترات راحة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي بتدعمك فبتعمل نوع من أنواع المصالحة مع الذات أو يعني إنجاز بعض المهام وخصوصا من ساعة العصر يعني بتصير الأجواء داعمة لإلك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي ممكن يعني يكون لك بعض الاهتمامات المالية أو تحصيل بعض الأموال خلال هذا اليوم التحصيل بيجي من بعض الأشخاص أو اهتمامات على مستوى العمل الإضافي أو إهبات مساعدات أو ديون لإلك بتستردها أهم شيء أنك تنتبه لمصاريفك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والخروج والتنقلات أهم شيء أنك ما تتهور أثناء قيادة السيارة أثناء نقاشاتك برضو ما تحاول أنك أنت تكون سهل الاستفزاز يعني تستفز بسهولة فاتثور وتعصب يعني بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت أو أفراد العائلة فأنا شايف روتيني تعاملك معهم بشكل روتيني بدون لا إيجابيات ولا سلبيات يعني بشكل طبيعي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة بتدفعك للتقرب مع الحبيب أو التقارب معه أو التلاقي معه في مسألة معينة أو ممكن يكون لكم لقاء معين أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لكم بعض الأعمال أو توقيع بعض الأوراق وممكن يكون لكم بعض المراجعات الصحية أو أمور إلها علاقة بالطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى الشراكي بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بين المتزوجين أو ما بين الشركاء وممكن ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو الاتفاق على خطة مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه هو البيت التاسع في بداية التوقعات برج الجدي بيتركز اهتمامكم حول موضوع أو مواضيع الشراكي الشراكي المالية والعاطفية وبيستمر هذا الموضوع لغاية ساعات العصر حاول أنك ما تدخل بخلافات ولا بنقاشات ما بينك وبين الشريك ولا حدية بالطبع تكون عشان ما تتفاقم أو تصير مشكلة ما بينكم أهم شيء أنك ما تلتزموا بأمور مع الطرف الآخر بدون ما تكونوا يد الالتزام هذا في ساعات العصر يعني القمر بصير انتقل على طول البيت الثامن بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أن تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال أو الأوراق أو المعاملات القانونية أو يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالتنقلات أو الاتصالات البعيدة أو أمور إلها علاقة بأوراق إقامة أو سفر أو أمور يعني إلها علاقة بدراسة أو بامتحانات ولكن لا تعتمد على الحضوض عندك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة لها بيت العاشر بيت السمعة بالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك اليوم بس مش بشكل كثير فعشان هيك ما تبالغ بالتعاطي مع علاقاتك وممكن تيفشلوك في مسألة معينة أو ما تكون الأمور مثل ما بدك وممكن يكون لك تعامل جيد بس مع زملائك أو رؤساك بالعمل هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك فعشان هيك ممكن تحمل لك الفترة هاي تلاقي أو لقاء أو اجتماع أو انطلاقة جيدة بتجمع ما بينك وبين أحد الأصدقاء خلال فترة هاي أو تفقد صديق معين بوضع يعني بحاجة لمساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني وبرضو بيكون لكم الاهتمامات الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة يعني بالاهتمامات الراحة والأمور هاي يعني بتكون بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على المستوى النفسي اليوم أحسن كل ما اقتربنا إحنا لساعات العصر كل ما كانت أفضل وأفضل بتصير مشحون بطاقة إيجابية كبيرة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية خلال هذا اليوم وممكن يكون لكم بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بإنجاز واجبات أو تحصيل بعض الأموال أو المطالبة في بعض الأموال ممكن تحصلوا على بعض الأموال من عمل إضافي أو مستردات مالية ولكن الأهم تقللوا وتراقبوا مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات يمكن تكثر عندك الاتصالات اليوم والتنقلات بشكل كبير أهم شيء أنك ما تحاول أنك تفرض وجهة نظرك أو سيطرتك على الأشخاص اللي أنت بتتناقش معهم وفي المقابل إذا كان عندك تنقلات انتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعاملوا على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة بتدعمك وتعمل تقارب أو تلاقي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بأحد الأبناء أو نصائح أو نقاشات على مستوى معين وممكن يدعمك الحظ في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة على مستوى أمور العمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعات طبية وبتقول يعني الأمور لصالحك برج الدلو واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم حاول أنك تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم عليك وبرضو بالمقابل بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد من ساعات العصر يعني بترغبوا في تعزيز شراكاتكم شراكات المال العاطفي يعني ما بين الأزواج وأهم شيء تكونوا أكثر تفاهم لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن بما أنه حكينا عن البيت السادس والبيت السابع فالبيت الثامن يعني بدعمك بشكل جيد على مستوى معاملات وأوراق بنكية أو اهتمامات بحسابات أو معاملات أو أشياء لها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى التنقلات البعيدة أو الاتصالات البعيدة أو أمور لها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو سفر يعني كلها هاي مش غلي فكرك بأشياء ممكن خبر من خارج البلاد يعني يزعجك أو أمور لها علاقة بالخارج مزعجة بالنسبة لها إليك لأنه إما أنه الإغلاق غض هو مزعجك أو أنت بتنتظر أشياء تكون يعني بدها بحاجة لوقت أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة يعني على مستوى بيت السمعة بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تعزز بعض العلاقات ويكون لك بعض التقارب أو إنجاز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فهذا بتدعمك بشكل كبير وبعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك ممكن دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي يعني الأجواء إيجابية بتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة برضو يعني بتحملك بعض المفاجآت ممكن اليوم تهتم بشؤون صحية أو بأمور إلها علاقة بالراحة أو بالعمل أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء برضو جيدة يعني من نفسيتك اليوم أحسن مرتاح شاعر بطاقة كبيرة بتكون فممكن اليوم تتحرك بأكثر من اتجاه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات المالية زي تحصيل أموال بتيجي من عمل إضافي أو إلك أموال بتحاول أنك تحصلها ممكن يشيلوا علاقة بالدفعات أو يعني مواضيع فواتير أو أشياء هاي تهتم فيها بشكل أكبر ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في شؤون إلاها علاقة بالتنقل أو النزهات أو التحرك بأكثر من اتجاه أثناء نقاشاتك حاول ما تتسلط وتفرض وجهة نظرك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة برضو بتعمل توازن أو تقارب عائلي أو نقاش عائلي أو اهتمامات عائلية طبيعية روتينية زي تصلحات وترميمات ومشتريات أو المستلزمات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى العاطفي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الحبيب ممكن اليوم يعني تحمل لك بعض الأخبار المفرحة أو الأشياء الإيجابية برج الحوت بتظل العاطفي قوية عندكم أو بتظلوا مشحونين بطاقة إيجابية بيظل في عندكم نوع من أنواع الرغبة أو العواطف الجياشي خلال هذا اليوم أو علاقة بتربطكم في أحباكم أو أبنائكم أو تعاطف معهم في مسألة معينة من ساعات العصر بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من هاي الأعمال فحاولوا أن تنجزوها قبل ساعات العصر أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة طبعا ذكرنا نحن البيت الخامس البيت السادس أما بالنسبة لأمور بيت الشراكي بيتك السابع تقريبا الأجواء جيدة تعمل تقارب ما بينك وبين الشريك هذا اليوم ممكن تلاقي على مسألة أو مصالحة أو مرافقة أو اتفاق على مسائل معينة بتكون كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء ضاغطة على مستوى أوراق قانونية أو معاملات بنكية أو أمور مالية أو تنشط بتوقيع أو اهتمامات بدفعات أو التزامات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني على مستوى اتصالاتك وحواراتك الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد يعني بتكون تقريبا روتينية ممكن يكون لك في ساعات الظهر يعني بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بأوراق أو معاملات قانونية اللي عنده امتحان اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة برضو بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو تعارف أو استغلال بعض المعارف في إنجاز بعض المهام أو ممكن استشارة أحدهم لأحل مسألة معينة أما بالنسبة لأمور العمل فهي جيدة فممكن تنجز بعض الأمور الضرورية والمهمة بالاتفاق أو بالتزامن ما بينك وبين زملاك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لأبيت الأصدقاء فهو جيد فبيحمل لك بعض العلاقات أو بعض الاجتماعات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي خلال هذا اليوم وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمام بصديق أو بمعرفة ممكن بظرف معين بحاجة لمساعدتك أو لنصيحتك أو ممكن العكس أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 فالأجواء جيدة يعني برضو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة يعني بساعدك على إنجاز بعض الأعمال والاهتمام بشؤونك الصحية بشكل كبير لكن يعني بدك تنتبه من ساعات العصر تقريبا زي ما حكينا بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء روتينية على المستوى النفسي يعني تقريبا على حسب طبيعتك بتكون الأجواء أهم شيء إنك تهتم في حالك وتشحن حالك بطاقة إيجابية بالنسبة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على النص هو الأمور المالية فممكن تحصل بعض الأموال اليوم أو نوع من أنواع الدعم أو يعني ممكن هبات مساعدات دعم استرداد بعض الأموال مطالبة ببعض الأموال اللي إلك يعني تقريبا بتكون الفترة هاي إيجابية لا إلك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو داخل البلاد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في خروج في النزهة مثلا أو تغيير جو أهم مش إنك ما تحاول تفرض سلطتك على أشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على مستوى البيت فهذا بيحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب بيدعمك بشكل كبير على مستوى الأفراد العائلة ممكن حل بعض المسائل أو يعني ممكن تصليحات أو ترتيبات منزلية بشكل روتيني هي بتهتم فيها أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا من الخامس ولآخر التوقعات كما ذكرناها في بداية التوقعات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء